موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في دوسني جديد من دروس المستوى الثالث ابتدائي في مادة النشاط العلمي هذا الدرس ينظر جديد من الوحدة الثانية خاصيات المادة عنوان هذا الدرس إلى ماذا تحتاج الشمات لكي تحترق الأسبوع السابع الحصات الثانية الهدف التعلمي الهدف من هذا الدرس أكتشف ما يمكن الشمات من الاحتراق في الهواء جديد كوفر أكتشف ما يمكن الشمات لكي تحترق لكي تحترق هذا الفانوس هناك ثقوب في أعلى هذا الفانوس أكتشف ما يمكن الشمات لكي تحترق أكتشف ما يمكن الشمات لكي تحترق أكتشف ما يمكن الشمات لكي تحترق لكي تحترق أكتشف ما أكتشف ما يمكن الشمات لكي تحترق أكتشف ما يمكن الشمات لكي تحترق إذن هنا يمكن أن نقول أن الشمات تحترق الشمات بلهب أصفر إذن هذه الشمات تحترق بلهب أصفر بينما التجربة الثالثة ينقص لهيب الشمعة حتى تنتفئ عندما وضعنا الكأس كليا على الشمعة وغلقنا منفذ الهواء فإن هذه الشمعة بدأت تنقص لهيبها حتى انتفأت إذن أقارن بين التجربة الشاهد أي التجربة رقم واحد وما يحدث للشمعة باء في المرحلة ثلاثة في المرحلة الثالثة إذن سنقارن الشمعة باء في التجربة الشاهد سنقارنها بالشمعة باء في التجربة الثالثة إذن ونقوم بالاستنتاج استنتج مستعملا الكلمات المناسبة الضرورية الهواء غازي يحتوي على ثناء الأكسجين لاحتراق الشمعة إذن يحتوي الهواء على غازي تناء أكسجين الضروري لاحتراق الشمعة إذن سنلاحظ التجربة إذن في بادي الأمر عندما وضعنا الشمعة كانت تحترق بصفة عادية ثم بعدما وضعنا الكأس على هذه الشمعة وقمنا بغلق جميع منافذ الهواء إذن ماذا فعلت ماذا وقع للشمعة هذه الشمعة لم تجد الهواء لكي تحترق ثم انتفأت إذن الهواء ضروري لاحتراق الشمعة ولكن بالضبط فثناء الأكسجين هو المسؤول عن احتراق الشمعة لأن الهواء فيه مجموعة من الغازات هو خليط من الغازات والغاز المسؤول عن احتراق الشمعة هو غاز ثنائي الأكسجين هو الذي يساعد الشمعة على الاحتراق أستخلص أتمم الفراغات بما يناسب من الكلمات ثناء الأكسجين تفاعلا الشمعة تحتاج لغازي لكي تحترق يسمى احتراق الشمعة في ثناء الأكسجين تحتاج لغازي لكي تحترقها إذن نقول تحتاج الشمعة لغازي ثناء الأكسجين لكي تحترقها إذن الشمعة لكي تحترقها تحتاج إلى ثناء الأكسجين ثم يسمى احتراق الشمعة في ثناء الأكسجين تفاعلا إذن هذا الاحتراق احتراق الشمعة مع ثناء الأكسجين نسميه التفاعلا نقول تتفاعل الشمعة مع ثناء أكسجين وتحترقه أغني معجمي احتراق تفاعل ثناء الأكسجين ديوكسجين ثناء الأكسجين ديوكسجين السفميرو جو كوش لابون كاس فاتيمة أعلمي لابوجة A محمد أعلمي لابوجة B لابوجة كي با ريستي أعلمي بلانتا أعلمي لابون كاس إذن سأضع علامة على الإطار الصحيح فاتيمة أعلمي لابوجة A إذن فاتيمة أشعلت الشمعة A ومحمد لابوجة B ومحمد أشعل الشمعة B لابوجة كي با ريستي أعلمي بلانتا إذن ما هي الشمعة التي ستظل مشتعلة لأطول مدة ممكنة إذن من هي الشمعة التي ستبقى مشتعلة أكثر من الشمعة الأخرى هل الشمعة A أو الشمعة B إذن سنضع علامة في الخانة المناسبة مع التعليل إذن سنضع علامة في الخانة المناسبة مع التعليل إذن سنضع علامة في الخانة المناسبة مع التعليل لأطول مدة هي الشمعة B لماذا يا ترى؟ إذن لاحظوا كمية الهواء الموجودة في الشكل عند الشمعة A لاحظوا كمية الهواء الموجودة عند الشمعة B إذن الشمعة B كمية الهواء الموجودة هنا أكبر من كمية الهواء الموجودة عند الشمعة A إذن الشمعة B ستظل تحترق أكثر من الشمعة A إذن الجواب الصحيح هو الشمعة B فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا